تتألق مملكة البحرين في مجال علوم الفضاء بهدف خلق مستقبل أكثر استدامة فقد حققت البحرين إنجازات كبيرة وكان من أبرزها معانقتها لعنان السماء فقد استطعت البحرين أن تضع قدمها راسخة في مسيرة إثراء المعرفة الإنسانية نعم حيث تم إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتعزيز مكانة البحرين والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء رؤية ملكية سامية تطمح إلى تعزيز مكانة البحرين لتبقى في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء والمساهمة في الجهود الدولية لتسخير علوم الفضاء وتطبيقاته في خدمة الإنسانية وضعت مملكة البحرين خطة طموحة لتحتل مكانة بارزة دوليا في مجال علوم الفضاء بغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة إنجازات كبيرة حققتها مملكة البحرين في مجال علوم الفضاء بهدف خلق مستقبل أكثر استدامة فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بموجب مرسوم ملكي لتعزيز مكانة مملكة البحرين وإبرازها دوليا في مجال علوم الفضاء وتركز الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تسخير علوم وتقنيات الفضاء من أجل التنمية الوطنية وتشتيع علوم الفضاء وتطبيقاته ووضع برامج متقدمة لبحوث الفضاء وبناء القدرات في المجالات المتخصصة كما تعمل الهيئة بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية لتحديد احتياجاتها والتخطيط لتوفير خدمات تقنية فضائية معززة للحوكمة والتنمية كما تعمل مع الجامعات لتعزيز البحث والابتكار والتطوير في مجالات علوم الفضاء المتنوعة علاوة على تأهيل الكوارر الوطنية بالتدريب والتثقيف والتجارب المستمرة لبناء قاعدة علمية متينة تؤهلهم لمستويات متقدمة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر